فردت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس عقوبة السجن الفعلي لتسعة أشهر على الجندي الإسرائيلي الذي قتل الفتى الفلسطيني نديم نوارا قرب رام الله عام 2014 وكانت منظمات حقوقية نشرت مقاطع مصورة أكدت أن نوارا لم يشكل أي خطر على الجنود الإسرائيليين الذين كانوا موجودين في المكان يومها كما وأن الفتى أصيب بالرصاص من الخلف هذا وجاء قرار المحكمة نتيجة صفقة مع الإدعاء العام اعترف الجندي بموجبها بإطلاق النار بشكل مخالف للقانون مستخدما الرصاص المطاطي بدل الحي في حين جاء في لائحة الاتهام التي صدرت في حينه أن الجندي أطلق الرصاص الحي قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن المساعدات الغذائية العاجلة لنحو مليون فلسطيني في قطاع غزة قد تنتهي اعتبارا من شهر يونيو حزيران المقبل في حال عجزت الوكالة عن جمع مبلغ 200 مليون دولار وعفقا لمفوض الوكالة فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حجب تمويلا قدره 305 ملايين دولار أي أكثر من المبلغ الذي قال إنه سيحجيبه سابقا وأشر المفوض إلى أن الدول أو دول الخليج والنرويج وكندا قدمت مبلغا إجماليا بلغ 200 مليون دولار للمساعدة في تمويل ميزانية أونروا للعام الحالي إلا أن ذلك حتى الآن لا يكفي